اشتركوا في القناة حفل التتويج حضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حضور المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وساد حفل تتويج لأجواء السعادة والفرح على سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبعثة الفريق الملكي وسط حضور جماهيري كبير وقف لتقديم التحية إلى سموه بمناسبة فوزه بلقب العالم لسباق القدرة وحاز الجواد إفريست لاماكوري على جائزة أفضل حالة جواد لتضاف هذه الجائزة إلى لقب بطولة العالم لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحافظ سمو الشيخ ناصر بن حمد على لقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي بعد أن كان بطلا للعالم في نسخة الماضية والتي أقيمت في قرية بوذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكان سموه قد أنهى سباق بطولة العالم في مونبازيغ بزمن وقدره تمانية ساعات واثنتين وثلاثين دقيقة حيث تفوق على فارس الإمارات سعيد أحمد الحربي والذي احتل المركز الثاني والمركز الثالث من نصيب الفرنسية ميلودي تيوليسات فيما أنهى فارس الفريق الملكي جعفر ميرزا السباقة في المركز الرابع عشر الله ملك الحمد اليوم هو يوم اللي أقدر أستوع فيه اللي صار أمس في بطولة العالم والحقيقة فرحان جدا بهذه النتيجة فرحان جدا بفرحة سيدي جلالة الملك اللطول العمراء مملكة البحرين واتصال سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد عقب الخط النهاية وبراز تشجيع عليه شخصيا كان يعني اللي اختصر كل هاليوم هذا فإنجاز بالله الحمد ما يوقفنا عند حدنا دائما ما رح نطلب إن شاء الله التطور ودائما ما إن شاء الله رح نسعى للمنافزة ووالله يوفق كل مشتهد أصرارك طال عمرك وعزمك وتجهيزك هذه البطولة والحمية اللي سويتها يعني شيء مش طبيعي طال عمرك صحيح الله طال عمرك يعني هو الانضباط والتضحية في نفس الوقت هي السر للوصول إلى هذه المدالية الحمد لله الداركو ولا أفرست طال عمرك الحين اللي ثانين أكيد عندهم نفس الغالة طبعا طبعا داركو غالي وأفرست غالي كلهم عطوني مدالية ذهبية يعني وما ندري إن شاء الله منه بعد القادم اللي يعطي لي مدالية ذهبية إن شاء الله مستعى عمرك بشكل جزيز الله يطول عمرك مشكور الله وسط حضور ومتابعة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كتب الفريق الملكي سطرا جليدا في صفحات الإنجازات لرياضة القدرة بعد أن نجح قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الحفاظ على لقب بطولة العالم للقدرة ويكرر الإنجاز العالمي للسنة الثانية على التوالي لله الحمد أثبت سمو الشيخ ناصر أنه هو الذهب وصاحب الذهب ويكررها للمرة الثانية هو الفارس العربي الوحيد حسب معرفتي أنه يكون يتوج هذه الإنجاز مرتين متتاليتين فيحسب لسمو الشيخ ناصر يتحسب لرياضة الغرفة من ملكة البحرين وكرر تهنيتي لصاحب الجلال من الكتب البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على إنجاز سمو الشيخ ناصر ما في شك أن السباق كان صعب جدا 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 مثل ما ذكرت سابقا متغيرات الأجواء متغيرات الأمطار التضاريس التنافس يختلف عن التنافس الذي يأخذناه في منبزير العام الماضي في التجريبي هناك جياد يحسب له حساب دول يحسب له حساب سبغتنا بفترة زمنية في هذه الرياضة لأن سمو الشيخ ناصر أبالنا أن يكون هو على منصة التتوج متوج بالذهب والله الحمد اليوم شاهدته أنه اليوم يحمل مداليتين من الذهب نجمتين وإن شاء الله النجم الغثال ثقاد إن شاء الله في العلاء قرية ممزي الفرنسية كانت شاهدة على إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في الحفل الخاص بتتويج الأبطال حيث قامت اللجنة المنظمة بتتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة باللقب العالمية وسط فرحة كبيرة من طاقم الفريق الملكي الحمد لله رب العالمين أولا أبارك للسييد جرات الملك وللسمو ولي العهد وللقيادة الرشيدة في المملكة البحرين والشعب البحرين على هذا الإنجاز ثانيا الحمد لله السباق وغير صعب من أصعب السباقات يعني أنا تحتشى كنت راكب من أصعب السباقات في العالم لمرة في حياته يعني أغلب الفرسان شافوا شيء في أول مرحلة يعني ما أظنى أحد مر عليها الظروف مطار ما قد صادنا مطار في حياتنا نفس وليل أول مرحلة بس الحمد لله الشيخ الله يطالب عمره فرض نفسه بالقوة وحقق بطاة العالم مرة ثانية وبالعودة لما قبل السباق المتابعة والاهتمام المستمر من قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمل آل خريفة عبر إقامة المعسكرات المتواصلة والمشاركة في البطولات المختلفة طوال الأشهر الماضية كانت السر وراء تتويج سموه بلا قبي بطولة العالم الحمد لله رب العالمين كنا موجودين هنا وموجودين أكتف في البحرين وأكتف في دبي فأسطابلاتنا كلها كانت شغالة الحمد لله وكنا في المعسكر نعم لازم نصيدك في بعض الظروف في المعسكر أو غيرها بس احنا تمكننا والسنين اللي قبل علماتنا والحمد لله الفريق الملكي للقدرة من الأراضي الفرنسية أكد للجميع بأنه بات رغما صعبا في هذه الرياضة العريقة وأن مستقبل رياضة القدرة بمملكة البحرين دائما وأبدا سيبقى في الطليعة بين دول العالم ترجمة نانسي قنقر